السلام عليكم ورحمة الله نرحب بكم جميعا في شركة تطوير الخدمات التعليمية ونتمنى لكم التوفيق موضوع الدرس لهذا اليوم هو عن حل معادلات تتضمن متغيرات في طرفيها الجزء الثاني من هذا الدرس دمادة الرياضيات الصف الثاني المتوسط الفصل الدراسي الثاني في درس اليوم سوف نتذكر كيف كنا نحل معادلات أو كيف كنا نحل معادلات تتضمن متغيرات في طرفيها بحيث يكون المجهول في الطرف اليمين وأيضا ذات المجهول موجود في الطرف اليسار وأيضا سوف نتعلم كيف نكتب معادلات تتضمن متغيرات في طرفيها ومن ثم نحل هذه المعادلات بداية نتذكر أن بعض المعادلات تشتمل على متغيرات في طرفيها مثل المعادلة ثلاثة صاد زايد خمسة يساوي صاد زايد اثنين نلاحظ في هذه المعادلة أن المجهول الذي هو صاد يوجد في الطرف الأيمن وأيضا يوجد في الطرف الأيسر ما هي طريقة حل هذا النوع من المعادلات؟ لحل مثل هذه النوع من المعادلات أو لحل مثل هذه المعادلات نستعمل خاصية الجمع أو الطرح على المساواة لكتابة معادلة مكافئة بمتغيرات في طرف واحد فقط ثم نحلها بمعنى آخر أننا لابد أن نتخلص من أحد المجهولين إما الذي على الطرف الأيمن أو إلا على الطرف الأيسر والطريقة الأسهل التي تجعل حلنا بسيط هو أن نتخلص من المجهول الصغير يعني ثلاثة صاد والصاد نتخلص من ماذا؟ من الصاد كيف نتخلص من الصاد؟ بطرح صاد من الطرفين فتصبح المعادلة بمجهول واحد في طرف واحد ونستطيع حلها بكل سهولة نأخذ الآن هذا التدريب على هذه المعادلة ونرى كيف كنا نحل هذا النوع من المعادلات حل المعادلة خمسة نون زائد تسعة يساوي اثنين نون ثم تحقق لصحة الحل نلاحظ أن نون التي هي المجهول تقع في الطرف الأيمن وأيضا في الطرف الأيسر الخطوة الأولى نكتب المعادلة خمسة نون زائد تسعة يساوي اثنين نون نريد أن نتخلص من المجهول الأصغر ليصبح لديه مجهول واحد في طرف واحد ما هو المجهول الأصغر في هذه المعادلة؟ هو اثنين نون وكيف كنا نتخلص من الاثنين نون؟ بطرح اثنين نون من الطرفين فيصبح الطرف الأول خمسة نون ناقص اثنين نون زائد تسعة يساوي اثنين نون ناقص اثنين نون إذا طرحنا خمسة نون إذا طرحنا منها اثنين نون كما المتبقي لديه؟ ثلاثة نون زائد تسعة واثنين نون ناقص اثنين نون كما يساوي صفر؟ بعد الطلاب إذا رأى الصفر يتوتر لا يستطيع أن يكمل الحل لا نتعامل معك رقم عادي الآن المعادلة لديه ثلاثة نون زائد تسعة يساوي صفر دائما هدفي في المعادلة أن أوجد قيمة المجهول الذي هو نون لكي أوجد قيمة المجهول أتخلص من الأرقام التي مع المجهول التي هي الثلاثة والتسعة نبدأ بالتسعة لأنها مجموعة كيف نتخلص من الموجة بتسعة؟ نطرح تسعة من الطرفين تصبح المعادلة ثلاثة نون زائد تسعة ناقص تسعة والطرف الثاني صفر أيضا نطرح منه تسعة الآن نوجد النواتج زائد تسعة وناقص تسعة كما يساوي صفر؟ يروح هذا مع بعض كما المتبقي من الطرف الأيمن متبقي ثلاثة نون والصفر إذا طرحنا منه تسعة كم يساوي سالب تسعة تبقى لدي خطوة واحدة لأحل هذه المعادلة التي هي قسمة الطرفين على ثلاثة فنقسم الطرف الأول على ثلاثة والطرف الثاني على ثلاثة الآن تروح الثلاثة مع الثلاثة يتبقى لدي نون وسالب تسعة على ثلاثة يساوي كم؟ يساوي سالب ثلاثة إذن كم قيمة نون في هذه المعادلة؟ قيمة نون يساوي سالب ثلاثة ولكي نتحقق بصحة الحل كنا نكتب المعادلة الموجودة في السؤال ونضع مكان المجهول الناتج اللي هو سالب ثلاثة فتصبح الآن خمسة في سالب ثلاثة زائد تسعة والطرف الثاني اثنين في سالب ثلاثة والآن نضرب بعد النجمع خمسة في سالب ثلاثة سالب خمسطعش زائد تسعة كم يساوي سالب ستة والطرف الآيسر الثلاثين في سالب ثلاثة أيضا سالب ستة بما أن الطرفين متساويين إذن الحل عندي هو حل صحيح نأخذ الآن معادلة أخرى حل المعادلة اثنين ألف زائد واحد وعشرين يساوي ثمانية ألف زائد تسعة بداية نكتب المعادلة اثنين ألف زائد واحد وعشرين يساوي ثمانية ألف ناقص تسعة نلاحظ أن المجهول ألف يوجد في الطرف الأيمن ويوجد في الطرف الآيسر ولكي نستطيع أن نحل هذه المعادلة نتخلص من أحد المجهولين إما الذي في اليمين أو على يساره وننصح دائما بالتخلص من المجهول الأصغر يعني نتخلص من اثنين ألف كيف نتخلص منها بحيث تصبح صفر نطرح من الطرفين اثنين ألف فيصبح الطرف الأيمن اثنين ألف ناقص اثنين ألف زائد واحد وعشرين يساوي ثمانية ألف ناقص اثنين ألف ناقص تسعة اثنين ألف ناقص اثنين ألف يتبقى لديه في الطرف الأيمن واحد وعشرين والطرف الأيسر ثمانية ألف إذا طرحنا منها اثنين ألف يتبقى ستة ألف ونزل الناقص تسعة الآن معادلة بسيطة يوجد فيها المجهول في طرف واحد الآن نتخلص من أي عدد نتخلص من السالب تسعة كيف نتخلص من السالب تسعة؟ بجمع تسعة للطرفين فنجبع واحد وعشرين زائد تسعة وإيضا الطرف الثاني ستة ألف ناقص تسعة زائد تسعة ناقص تسعة زائد تسعة تروح مع بعض يتبقى في الطرف هذا ستة ألف واحد وعشرين زائد تسعة يساوي كم ثلاثين تبقى لديه الآن خطوة وحدة لكي أحل هذه المسألة وهي بقسمة الطرفين على ستة نقسم الطرف الأيمن على ستة والطرف الأيسر على ستة الستة هذه تروح مع هذه الستة يتبقى لديه ألف وثلاثين قسمة ستة يساوي خمسة إذن كم قيمة ألف في هذه المعادلة؟ قيمة ألف تساوي خمسة إذن نتذكر عند حل المعادلة إذا كانت المجهول موجود في الطرفين نتخلص من المجهول الأصغر إما بالجمع أو بالطرح الآن لدينا موقف وتعلمنا سابقا أن نكتب المعادلة التي يكون فيها المجهول في طرف واحد لكن الآن لدينا موقف يتطلب أن نكتب المجهول في الطرفين فلريد أن نقرأ هذا الموقف ونختار المعادلة الصحيحة التي تمثل هذا الموقف اخترى الإجابة الصحيحة إذا كان عدد لاعبي فريق كرة القدم في نادي رياضي هو خمسة واربعين لاعب ويزيد بمقدار ثلاث لاعبين سنويا إذن عندي فريق نادي رياضي عنده خمسة واربعين لاعب ويزيد ثلاث لاعبين سنويا وعدد لاعبي فريق ألعاب القوة في النادي نفسه هو 21 لاعب ويزيد بمقدار ست لاعبين سنويا الموقف الثاني نفس النادي هذا في عنده فريق لألعاب القوة يحتوي على 21 لاعب ويزيد ست لاعبين سنويا السؤال أي المعادلات التالية يمكن استعمالها لإيجاد بعد كم سنة يتساوى عدد لاعبي الفريقين دائما المسائل التي فيها كلام لا بد أن نفصل هذا الكلام نجزعه إلى أجزاء بسيطة وبعد ذلك نحن المسائل ومهم جدا أن نفهم ما هو المطلوب المطلوب ما هي المعادلة التي نستعملها لإيجاد بعد كم سنة يتساوى عدد لاعبي الفريقين إذن عندي مساوى وعند الفريق كرة القدم وفريق ألعاب القوة هل المعادلة 45 سن زائد 60 يساوي 21 سن ثلاثة سن؟ أم أنها 45 سن زائد ثلاثة يساوي 21 سن زائد 6 أم أنها 45 سن ثلاثة سن ويساوي 21 سن ثلاثة سن؟ نلاحظ في فريق كرة القدم في الموقف الأول أن اللاعبين المجددين هم 45 ثابتين ويزيد كم لاعب؟ ثلاثة لاعبين سنوياً في السنة الوحدة يزيد ثلاثة لاعبين إذن نستطيع أن نقول على السنة أنها هي سين لأنه في المعادلة نريد أن نكتب بعد كم سنة يتساوي نحن لا نعلم الآن بعد كم سنة يتساوي إذن ممكن نقول 45 في الموقف الأول 45 زائد ثلاثة سين أما الطرف الثاني فكان اللاعبين 21 ويزيد 6 لاعبين سنوياً فنستطيع أن نقول أن الطرف الثاني 21 زائد 6 سين ونضع إشارة مساواة بين هذه المعادلتين إذن ما هو الجواب الصحيح؟ الجواب الصحيح لهذه لهذا الموقف هو جيم الذي هو 45 زائد ثلاثة سين ويساوي 21 زائد ستة سين ولو حلينا هذه المعادلة نعرف بعد كم سنة ممكن أن يتساوي عدد اللاعبين هذا النوع من الأسئلة مهم جداً أنك تفهم فكرة السؤال لنستطيع أن تترجم إلى معادلة ويتكرر بكثرة في أسرة الإختيار والمتعدد التي في اختبارات القدرات وإلى آخره سؤال آخر يختر الإجابة الصحيحة أقل من ثلاثة أمثال عدد أقل من ثلاثة أمثال عدد ما بمقدار ثمانية عشر يساوي مثلي العدد الآن عندي جملة نريد أن نحولها إلى معادلة تحتوي على متغيرين هنا جملة بسيطة مباشرة ذكرنا أن في الجمل هناك مفاتيح أقل من ثلاثة أمثال عدد ما بمقدار ثمانية كلمة أقل تدع على أن العملية عملية طرحة ونلاحظ أن ألف 30 ناقص 22 يساوي 18 وباء 30 يساوي 22 ناقص 18 وجين 30 ناقص 18 يساوي 22 أي الإجابة هي الإجابة الصحيحة جميعها طرح نفصل أكثر ثلاثة أمثال عدد ما يعني ثلاثة سين بمقدار ثمانية نطرح من الثلاثة سين آسف بمقدار ثمانية عشر نطرح من الثلاثة سين ثمانية عشر إذن أي فقرة يكون مطروح من الثلاثة سين ثمانية عشر فقرة جيم 30 ناقص 18 يساوي مثليها العدد يساوي 22 إذن الإجابة الصحيحة لهذه المسألة هي جيم التي هي 30 ناقص 18 يساوي 22 إذن الكلمة المفتاحية في هذه الجملة هي كلمة أقل التي دلت على أن العملية طرحة ومن ثم نفصلنا لكي نعرف أين الإجابة الصحية ننتقل الآن إلى سؤال هذا السؤال يتطلب مننا أن نكتب معادلة تحتوي على متغيرين في الطرفين ومن ثم نحلها لكي نوجد الناتج يبلغ تكلفة الاشتراك الشهري لأحد عروض الهواتف النقالة 35 ريال شهرياً بالإضافة إلى 35 هللة عن كل دقيقة وفيه إشتراك آخر يكون بـ 45 ريال بالإضافة إلى 30 هللة عن كل دقيقة فبعد كم دقيقة يتساوي العرضان إذا أتت هذه العبارة هذا يتطلب أن تكتب معادلتين في طرفين نلاحظ أن الطرف الأول هو عرض لأحد الشركات بـ 35 ريال ثابتة نضيف إليها 35 هللة عن كل دقيقة فنقول العرض الأول 35 ريال زائد 35 هللة لكل دقيقة متى يتساوي مع العرض الثاني الذي هو 45 ريال في كل شهر بالإضافة إلى 30 ريال أو 30 هللة عفواً عن كل دقيقة لكي نعرف متى يتساوي الطرفين لابد أن نحلها في معادلة كيف نترجم هذا الكلام إلى معادلة تصبح الآن الطرف الأيمن 35 زائد 35 هللة أو 0.35 ورمز الندال يعني دقيقة أما الطرف الثاني 45 زائد 30 هللة عن كل دقيقة الآن معادلة يوجد فيها المجهول في الطرفين الطرف الأيمن والطرف الأيسر نتخلص بداية من المجهول الأصغر والذي يوجد في الطرف الأيسر كيف نتخلص منه؟ نطرح من الطرفين 0.30 تصبح المعادلة 35 زائد 0.35 دقيقة ناقص 0.30 دقيقة أما الطرف الثاني 45 زائد 30 هللة في الدقيقة ناقص 30 هللة في الدقيقة الآن بعد التبسيط 35 تنزل كما هي وإذا طرحنا 35 هللة ناقص 30 هللة يتبقى لديه 5 هللات أو 5 من 100 أما الطرف الثاني 30 دقيقة ناقص 30 هللة ناقص 30 هللة تروح مع بعض يتبقى 45 الآن معادلة بسيطة يوجد فيها المجهول نريد أن نتخلص من الأرقام التي مع المجهول لكي نصل إلى الحل الصحيح نتخلص من ماذا أول؟ نتخلص من 35 بطرح 35 من الطرفين فالطرف الأول نكتب المعادلة كما هي 35 زائد 0.05 دال ناقص 35 طرحنا 35 من الطرف الأول والطرف الثاني أيضا لا بد أن نطرح 35 45 ناقص 35 الآن 35 التي في الطرف الأيمن تروح مع الناقص 35 ماذا يتبقى لديه في الطرف الأيمن؟ نتبقى 0.05 دال و45 ناقص 35 يساوي 10 الآن الخطوة الأخيرة للحل نقسم الطرفين على كم؟ على 0.05 0.05 تروح مع بعض يتبقى لدي دال و10 على 0.05 يساوي 200 إذن بعد كم دقيقة يتساوي العرض أو يتساوي العرضان؟ يتساوي العرضان عند مئتين دقيقة إذن في هذه المعادلة ترجمنا الموقف أو في هذا المسألة ترجمنا الموقف إلى معادلة وأوجدنا حل هذه المعادلة لكي نصل إلى بعد كم دقيقة يتساوي العرضان؟ إذن في درس اليوم تكلمنا عن المعادلات التي تتضمن المتغيرات في طرفيها وذكرنا لكي نحل هذه المعادلة نتخلص من المتغيرة الأصغر بالجمع والطرح ومن ثم نحل هذه المعادلة عند هذا الحد انتهى درسنا لهذا اليوم نراكم بإذن الله في دروس قادمة شكرا لكم تمنياتي لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته